الرحمن الرحيم حلقة جديدة ويوم جديد في أحد أسوأ أيام الكرة المصرية بالخصارة أمام منتخب إثيوبيا الغير مصنف عالميا بنتيجة 2 صفر بأداء سيء وأحد أسوأ المباريات اللي قدمها المنتخب الوطني على مدار تاريخه ظهر المنتخب الوطني بأداء متواضع يليق باتحاد الكرة وبأداء اتحاد الكرة المتواضع منذ تولي المسؤولية وقدم أو ظهر اللاعبين بشكل سيء ينم عن طريقة أداء الجهاز الفني بقيادة إهاب جلال إهاب جلال اللي تقمص دور سرحان عبد البصير في مصرحية شاهد ما شفش حاجة لم يستطع بتغييراته ولا اختياراته في التشكيل أن يقود المنتخب أو يعدل النتيجة فخسرنا من أثيوبيا 2 صفر صدق أو لا تصدق منتخب نصف بيخسر من أثيوبيا 2 صفر في واحدة من أسوأ تاني المباريات في تاريخ الكرة المصرية طبعا للتعليق على كل ده وعلى الأمور الفنية واختيارات اللاعبين والتشكيل هيكون معنا النجوم نجوم البريمو كابتن رضا عبد العال كابتن محمود أبو الدهب كابتن سامير كامونة